السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 21 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح ينتقل لبرج الدلو ساعة 11.42 دقيقة من ظهر اليوم الأحد بتوقيت جرينج ورح ينتقل لبرج الدلو ورح يستقر في برج الدلو حتى تمام الساعة 12.42 دقيقة بعد ظهر يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام الساعة 34 دقيقة من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لسعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر الآن بما أنه موجود في برج الجدي فمعناته منصبح في هذه الفترة أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لألنا وبعضها ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوض من نسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 5 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس يعني مراحق ما هيك اكتمل القمر بدر الساعة 10 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا الاتصال بيخلق لدينا حاليا من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية راح تكون الساعة 11 و 26 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا الوقت مناسب للراحة لأنه بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة 11 و 26 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 11 و 42 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 42 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بانتقل القمر وبيستقر في برج الدلو فعشان هيك منبلش من ساعات الظهر نشعر بالحاجة الملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها ومن ودي الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء وتجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الأشخاص من حولا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وأيضا تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة 12 و28 دقيقة بعد الظهر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيج من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة وحدة و14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية التسديس إيجابية بين الزهر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة 8 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا هاي الزاوية لها تأثير تقريبا ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما أنها بتسهل إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل بتعزز الذائق الفنية بشكل كامل وأيضا هنا بتعطي دفع على الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفن والديكور والتجميل والأشياء من هذا القبيل وبتنحن الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة وبتحقق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لخطبة أو زواج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة سلبية لها تأثير ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس اليوم ذروتها ساعة عشر وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج فبسبب هذه الزاوية بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما أنها بتجعلنا عصبي المزاج ومنرتكب الأخطاء ومنتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هذه الفترة بخلق لدينا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين ومنرتكب الأخطاء ومتهورين وهو الوقت غير صالح زي ما ذكرنا للشراكات دولياً بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالباً بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين أكثر وممكن تشهد هذه الفترة احتجاجات ومظاهرات للحريات النقابية واحتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما بتشهد هذه الفترة قمع للحريات خصوصاً حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال وأيضاً بيكون في خبر مزلزل في هذه الفترة لتسريبات أو لأخبار مغلوطة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعاً الركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء لغاية ساعات الظهر هي الأكثر حساسية طبعاً بالنسبة للتجميل أو الأمور اللي إلها علاقة بالشعر إزالة الشعر أو شيء يتعلق بصبغ الشعر بمواد كيموية أو استخدام أدوية لهذا الموضوع بداية فما بنصح فيها نهائياً بالفترة هاي والعمليات الجراحية طبعاً اليوم ما بنصح فيها إلا إذا كانت اضطرارية لجميع أعضاء الجسم وبالتحديد هاي الأعضاء اللي أنا بذكرها أما من ساعات الظهر وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عن نبطة الساق، الكاحل، الساق، وتر العرقوب، وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية زي ما ذكرنا أنه اليوم لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية يصلح هذا اليوم للحجامة فقط يعني لغاية ساعات الظهر غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن بعد ساعات الظهر يعني بيكون أخف لعمليات الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء بيبدأ تمام الساعة 9.47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 21.22 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمر 16 يوم الساعة 5.11 دقيقة بعد العصر بصير 17 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب واطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22.7 سعيد بنسبة 45% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو في ساعة الظهر ورح يظل في الدلو لقاء يوم 23.7 سعيد بنسبة 85% الآن ساعة العصر سعيد بنسبة 60% ساعة المساء سعيد بنسبة 45% عطارد في الأسد حتى يوم 25.7 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5.8 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4.9 منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعاً بالظل لغاية ساعات الظهر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي إنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك أما من ساعات الظهر وما بعد بتلتق الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً أو اجتماعياً وبتكثر الاتصالات والمواعد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بظل النشاط عالي جداً في مجال الدراسي والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة لغاية ساعات الظهر تقريباً وبتشعروا بقوة العاطف والتجاوب أحباكم معكم وممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها أما من ساعات الظهر وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الإجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح حشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان يقدك تلتزم بالمسئوليات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً من الآن وحتى ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة مسار على تهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير وممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات وبكون لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب إلا علاقة بسفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لا رحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصائد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بظل غاية ساعة الظهر فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وأيضاً بإمكانكم تعملوا أعمال مشتركة ولكن بظل القمر بما أنه موجود مقابلك فطاقتك ضاغطة جداً ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا الضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معه فترة جيدة لتصحيخ خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعاً أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن وحتى ساعات الظهر قبل ما يوصل القمر لمقابلتكم تماماً فبتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وتحاضروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم أما من ساعات الظهر وما بعد بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم قوي ما بيرحم وبتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فبدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدها أي بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الظهر وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم ابتم فرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً وتعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أما من ساعات الظهر وما بعد بيتراكم العمل لديكم حاولوا أنكم ما تهملوا أيضاً صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسد اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الظهر وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة خلال هذه الساعات أما من ساعات الظهر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو ممكن تتلقى إشارة إيجابية أي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات من الآن وحتى ساعة الظهر وبالظل فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتظل هذه الساعات بتحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكون حذرين في النفقات طبعاً من الآن وحتى ساعات الظهر هذا التنبيه امتنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال أما من ساعات الظهر وما بعد بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بمجال معين أو فعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً من الآن وحتى ساعات الظهر ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية على المستوى العاطف الأجواء إيجابية وأيضاً تحملك انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليك التحلي بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور أما من ساعات الظهر وما بعد وأنا بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهم مش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً من الآن وحتى ساعات الظهر بظل الوقت بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدى وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال أما من ساعات الظهر وما بعد بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً من الآن وحتى ساعات الظهر بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعد الصديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ولكن بدك تحاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الظهر لأنه من ساعات الظهر بيوصل القمر لبيت متاعبك فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة فممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك فحاول أنك تعمل بشكل روتيني فقط هيك من كون انتهينا من توقعتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء